وقد ألقى الشاعر محمد هادي الحلواتي أمام جلالة الملك المعظم قصيدة بهذه المناسبة بسم الله الرحمن الرحيم خط اليراع من الأبيات ما جملا خط اليراع من الأبيات ما جملا في ذكر من باسمه طود الفخار على وانساب بحر القوافي في تدفقه شوقا لذكر الذي للخير قد بذلا ومن أعاد لحلو الشعر رونقه فالشعر في ذكره بدر قد اكتملا وانداح حرفي على القرطاس منتشيا عذبا فراتا نميرا صافيا عسلا أعيده كل حين في محبته وأنظم الشعر درا قد زهى وحلا وما ترددت يوما في مدائحه لأن لي نفس حر تعشق النبلاء وما ترددت يوما في مدائحه لأن لي نفس حر تعشق النبلاء قد ابتدى الشعر طفلا في مرابعه قد ابتدى الشعر طفلا في مرابعه وعاش حتى استوى في ظله رجلا فإن على الشيب رأس الشعر من فكر فذلك الشيب تاج باسمه كملا تطاول الشعر فخرا وارتقى شرفا وجاز واجتاز في عليائه زحلا فلم أجد لي سوى في ظله دعة فلم أجد لي سوى في ظله دعة ولم أجد لي إلا ظله نزلا لا غروة إن قلت فيه ألف قافية أو قلت في مدحه ما يطرب الغزلا لي في مديح أبي سلمان مفخرة وكل شعري له أوقفته جملا لي في مديح أبي سلمان مفخرة وكل شعري له أوقفته جملا أنشته لا أبالي في محبته من حاصد جاهل أو عاذل عذلا فقد تعلمت منه الصدق في لغتي حتى إذا قلت شعرا لم أقل خطلا ولا تلك أحرفي إذ نطقت به ما قد علمت بقول يتق الزلل ميزان قافية في رحب ساحته تراه حتى وإن بالغت معتدلا ميزان قافية في رحب ساحته تراه حتى وإن بالغت معتدلا فهو الذي خط للعلياء لاحبة ومن به كل معوج قد اعتدلا وهو الذي قد سعى للخير في دأب ومن على حب فعل الخير قد جبل مبادرا لعطاء الخير ما فتئت كفاه تهطل غيثا نافعا خضلا ولا تأخر يوما عند مسألة ولا تردد إما سائل سألا ولم أجد منه إلا كل مكرمة وقيمة المرء بين الناس ما عملا ولم أجد منه إلا كل مكرمة وقيمة المرء بين الناس ما عملا فهو الكريم الذي أحيت مكارمه من طيب عنصره ما جف أو محلا بشاشة وسمو طيبة وندا وهمة شرفة تستصغر الجبلا أحيا مآثر أهل البيت محتسبا في كل عام فأضحى في الندا مثلا وجاد عن طيب نفس في محبتهم أكرم بمن لبن المختار قد وصلا وجاد عن طيب نفس في محبتهم أكرم بمن لبن المختار قد وصلا فللحسين مقام ليس ينكره إلا الذي ضل بين الناس أو جهلا صبط النبي وشبل الليث حيدرة ذاك الذي في الوغى ما فر أو نكلا لو لا هدى جده المختار ما برحت دنيا الوجود تعيش الجهل والخبلة لو لا هدى جده المختار ما برحت دنيا الوجود تعيش الجهل والخبلة يا ابن الأكارم من عليا أوال ومن مضى على سنة الأجداد ممتثلا أولئك الصيد من دانت لهمتهم أعطى الصعاب وخاضوا البحر والوشلا شادوا على الخير وإصلاح دولتهم حتى استقام لهم بالخير ما عضلا وورثوا الخير في أبنائهم فغدت بحريننا دار عز قط من تقلا فاقبل فديتك يا مولاي قافية قد اكتست من سنة أمجادكم حللا دعوتها قبل يوم فهي كامنة في القلب ترتقب اللقيا لكي تصل ولست أعجب منها إنما عجبي مني لأني بها لم أركب الخيال ولغ تررت ولكن حق لي بكم بأن أكون بما أنشته جذلا ولغ تررت ولكن حق لي بكم بأن أكون بما أنشته جذلا والسلام عليكم ورحمة الله الله يسلمك طويلة اشتركوا في القناة